تم صبيحة اليوم الأخذ تعيين جلال جلادي رئيساً جديداً لمحكمة الإدارية في ولاة جيجل العملية أشرف عليها وممثل عن وزير العدل حضرات السلطات المخلية المدنية والقضائية والأمنية والتغطية كانت لمرسلنا أيمن عبد الرحيم شكراً للمجد تبون في السيرك شكراً لفخامة سيدة رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعت فينا بتعييننا كرئيس محكمة الإدارية جيجل وهذه مسؤولية لأنها يعتبر تكليف ولا تشريف إن شاء الله نكونوا في المستوى الثقة التي وضعت فينا والقضاء الإداري قضاء حجر زاوية لبناء دولة القانون لأنها أصبح الإدارة أيضاً في العوام الأخيرة هي التي تلجأ إلى القضاء الإداري وهذا يعني الكثير ترجمة نانسي قنقر